بنصبح على حضرتكم مرة تانية ودلوقتي يجي معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا نبدأ معك وجولتنا الرياضية مع المنتخب الوطني الاستقر جهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على نقل التدريبات الجامعية لأستاذ القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بكرة الساعة 9 بالليل ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفراقية 2023 في كوتيفور البطل المصري مصطفى عسل لعب النادي الأهلي والمصنف الرابع على العالم لرجال الإسكواش تم تتويجه ببطولة الجونة الدولية بعد ما فاز في المباراة الهائية على اللعب النيوزلندي بول كول والمصنف الثاني على العالم وفاز عسل بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 70 دقيقة وجات نتيجة الأشواط 11-8-11-9-11-5 كمان تم تتويج البطلة المصرية هانيا الحمامي لعبة وادي دجلا والمصنفة الثالثة على العالم ببطولة الجونة الدولية الإسكواش للمرة الأولى في تاريخها وده بعد فوزها على زملتها في وادي ديجلا نوران جوهر المصنفة الأولى على العالم لسيدات الإسكواش في المباراة النهائية حق منتخب هولندا فوز كبير على مضيف منتخب بلجيجا بنتيجة 1-4-1 في المباراة لجامعة الفرقين مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دور الأمم الأوروبية 2022-2023 بالنتيجة دي تصدرت هولندا المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفرق الأهداف عن منتخب بولندا منتخب فرنسا خسر مباراة من منتخب الدنمارك بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمعه مباراة على ملعب دي فرنس وده كان ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من دور الأمم الأوروبية وشاهد الشوط الأول من اللقاء تعرض كليان مبابي نجم باريس سان جرمان والمنتخب الفرنسي للإصابة وغادر أرضية الملعب وكمان تم استبداله بر كريستوفر نوكونكو المنتخب النمساوي حقق كمان نفوس كبير على المنتخب الكرواتي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفرنقاتين في الجولة الأولى من دور المجموعات من دور الأمم الأوروبية بالنتيجة دي رفع المنتخب النمساوي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى ده بفرق الأهداف عن الدنمارك وتجمد رصيد كرواتيا بدون نقاط في المركز الرابع الأسباني رفعنا دال تأهل لمباراة نهائية من بطولة رولان جوارس للتنس على حساب أليكساندر زيفريف الألمانية وده بعد انسحاب أليكساندر بسبب الإصابة القوية اللي اتعرض لها خلال مواجهة الدور النصف النهائي من البطولة وهواجهنا دال في المباراة النهائية كاسبر رود النرويجي وبكده انتهت جولتنا الرياضية هرجع مرة تانية الأحمد وهدير عشان نكمل معكم فقرات صباح خير يا مصر شكرا لك يا دينا شكرا لك يا دينا